بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 2 بعد ما خلصنا يونت 1 تعالوا نتكلم عن الويف اللي اسمها الساوند ويف ونعرف عنها معلومات اكتر ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة ويريد كمان تنضموا لنا على التليجرايم وعلى الفيسبوك الجروب والبيج ويريد كمان لو استفدتم من القناة تنشروها وتعرفوا بيها كل اصحابكم وحبيبكم ويا سلام بقى لو فرحتوني بلايك وكومنت على الفيديو يلا نبدأ سوا يونت 2 لسون 1 زي ما قلنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الويف وفهمنا ان كان عندي من الويف على حسب مرة لما عملنا لهم توبروباجيت في الراكيوم ولا لأ فطلعت الساوند ويف من النوع اللي اسمه ميكانيكل ولما جينا قسمناهم على حسب الدايريكشن طلعت الساوند ويف من النوع اللي اسمه Longitudinal هو الساوند ده اصلا عبارة عن ايه الساوند ده External Factor حاجة جيّلنا من برا كده Affect The ear causing sense of hearing كلام واضح جدا وما فيهوش اي حاجة غريبة الساوند ده External جيّلنا من برا بيعمل أفكتها على الإير الإير هي اللي بتحس بيه ويعمل لنا hearing طيب الساوند ده بريديوست بقى إزاي؟ خلاص عرفنا إنه هو جاي من برا البرا ده بقى الأوبجيكت اللي جاب لي الساوند ده هعمل لي الساوند إزاي؟ الساوند ده أول ما نعرفه نعرف إنه هو نتيجة Vibration للبادي يعني مثلا إحنا لو عايزين نعمل صوت بنخبط على التابل كده هو إيه اللي خلى التابل تطلع الصوت؟ ال Vibration بتاعت الحاجة دي صوتنا وإحنا بنتكلم لو حطيت إيدك كده على رقابتك وإنت بتتكلم حتحس إنه فيه Vibration طلع يا سيدي لما بتسيب الموبايل على ال Vibration Mode وتحطه على التابل وتلاقيه بيعمل Vibration ويطلع لك صوت هو ده اللي بنتكلم فيه الساوند ده produced إزاي؟ due to Vibration of the body وأول ما يسطب ال Vibration ده يسطب معاه الساوند طيب ال Wave بقى بتاعت الساوند دي بروباكيت في الميديا إزاي؟ بروباكيت على شكل spheres من ال Compensation والRarifaction طيب فهمين إنه هي Compensation والRarifaction عشان هي Longitudinal Wave طيب ليه على شكل spheres؟ في الحقيقة ده منطقي جدا إنت متخيل لو فيه مايك كده أو حاجة بتطلع صوت بني آدم بيتكلم من هنا وإنت وقفته قدامه حتسمع الصوت ولو وقفت وراه حتسمع الصوت فوقه وتحته حتسمع الصوت ده يأكد لنا إن الساوند ده ماشي في شكل sphere موجود في كل الـ مش زي اللايت اللايت إنت لو مش أغل الكشراف بتاع الموبايل حتصوف اللايت نفسه وإنت واقف قدامه لكن لو وقفت ورا اللايت لا علشان كده طول عمرنا في الساينس من أول كنا بنقول إن لكن الساوند مش في ستريت لاين الساوند بيمشي على شكل spheres من والراريفاكشن إيه السنتر بتاع السفير ده هو السورس بتاع الساوند يعني السنتر بتاع السفير هنا هو المايك أو البني آدم اللي بيتكلم ده طيب يبقى كده اتفقنا إن الساوند ده حصل نتيجة وإنه بروباجيت في الميديا على شكل spheres من والراريفاكشن عندنا هنا تنين give reason مهمين جدا أول give reason معنا اللي هي متعودين عليها من اللي اللي فات give reason الساوند ميكانيكل ولونج تيودين لو سمحت ما تنساش هو سألك على الكلمتين تحت تقوله هو ميكانيكل ليه ولونج تيودينال ليه تقوله هو ميكانيكل بيكوز دي نيدا ميديم زي الإير مسلا ولونج تيودينال علشان في الميديم بيعمل له في السيم بتاع كده أنا قلت الإجابة الصح جاوبت على ليه هو ميكانيكل وقلت له كمان ليه تاني يقول لك السؤال اللي احنا لسه سألينه حالا نسمع الساوند من يمينه وشماله وفوقه وطاحته وقدامه ووراه ده لأن الساوند ترافلز في الإير مش على شكل ستريت لاين زي اللايت لكن على شكل سفيرز من كومبرزيشن والراريفيكشن والسنتر بتاع السفير دي هو السورس أوف ساون رجع تاني فكرنا بالجور اللي خدناه في اللي سون اللي فات اللي هو مهم جدا ومكمل معنا برضو البروبلمز بتاعته في نفس اليوند دي الفيلوستي بتاعت الويف والله ممكن بقى يهيرلي كلمة الويف دي بيقولي الفيلوستي بتاعت الساوند ويبقى الفريكونسي بتاعت الساوند واللنس بتاعت الساوند ويف طيب بس نفس الكلام اليوند بتاعت الفيلوستي واتفقنا الماجيك تريانجل يحلنا لنا الحدوتة عشان الناس اللي بتطلخبط امتا باي وامتا ديفايدت اهو خلينا الفي هي اللي فوق علشان بصل فوق وادي الاف والانضة محدش يقول لي دي دابليو لأ دي اصلها لامضة اهي بقت بصل تحت وادي الفي لو انا محتاج الفي حخبيها خالص ويتبقى لفريكونسي باي ويفلنس لو انا محتاجة الويفلنس اخبيها ويتفضل لي فيلوستي ديفايدد فريكونسي ولو عايز الفريكونسي اخبيها يتفضل لي فيلوستي ديفايدد الويفلنس اهم حاجة ناخد بالنا الفريكونسي لازم بالهيرتز ومعا يلخبطك ويجيبها لك ميجا هيرتز او كيلو هيرتز وتشتغل بيها الويفلنس كمان اكتر حاجة بي لاخبطنا فيها السنتيميتر ما تنفعش معينا ويفلنس يبقى بنتكلم بالميتر طيب تعالوا نكمل ونشوف حنعرف ايه عن الساوند ويف النهاردة اول حاجة لازم نبقى عرفينها ان الساوند الاوديبل ساوند اللي احنا بنسمعها اللي الهيومن اير بتعرف تسمعها بنقسمها لتو طايبس اديمس هو فيه ساوند الهيومن اير ما بتسمعهاش او ده حنعرف الكلام ده في اخر الليسون والحطة دي حلوة قوي ولذيذة احنا دلوقتي خلينا نتكلم عن الاوديبل ساوند اللي هي الساوند اللي الهيومن اير can distinguish الساوند اللي حوالينا اللي بنقدر نسمعها عملنا لها classification وقسمناها لتونز حلوة قوي ميوزيكال تونز والنويز واضح جدا الميوزيكال تونز دي التونز اللي انا احب اسمعها زي الفايلين زي البيانو اي ميوزيكال انسترومنت تعرفوا لكن النويز دي الحاجات اللي لا مش بحبها زي صوت الدريل مسلا اللي بيجي يكسر في الارض ده او اللاود سبيكورز اللي بتبقى موجودة عفتتاح بتاعت المحلات وصحة تاعت الافراح اللاود سبيكورز والهور نفكار زمرت العربية اللي احنا على طول متضايقين منها وزمارط طبعا الترل اللي ماشي بصوت عالي قوي دي طيب يبقى الساون الاودابل ساون اللي هي الساون اللي هيرد باي هومن اير اعملنا لها كلاسيفيكيشن لميوزيكال تون ونويز طيب خلاص احنا فهمنا يعني ايه كلاسيفيكيشن ده حصل ازاي الميوزيكال تون دي بيبقى ليها يونيفورم فريكوانسي وكومفورتابل تو بي هيرد يونيفورم فريكوانسي يعني الفريكوانسي بتاعها يماشي بنفس الريد يعني لو بيحصلوا تشينج مثلا مرة يزيده ومرة يقل هو ماشي بنفس الريد لكن ده non uniform وطبعا يبقى ان كومفورتابل تو بي هيرد حتى احنا بالبلد دي كده لما بيبقى فيه صوت حد وحش قوي بنقول ده نشاز ده صوته مزعج اه ده حقيقي ايه دي اي صوت او اي تون يبقى يونيفورم فريكوانسي تابع الميوزيكال تون والنويزيس دي non uniform فريكوانسي طب لو اتضايقنا بقى من صوت الدريل واللاود سبيكر والهورد نعمل ايه في حاجة بتتباع في الفارماسيز حلوة جدا اسمها اير بلاج عبارة عن حاجة السليكون كده وبتاخد الشيب بتاع الاكسترنال اير كانال يعني بتدخل في الاير بتاعتنا في الكانال اللي موجودة جوه دي وتعمل بلاج كده تقفل حتة دي في الساوند اللي برا ما يوصلش للاير الناس اللي بتدايق من الصوت العالي او الناس اللي عايزة تنام مثلا وحواليها دوشة نستخدم الاير بلاج دي عشان افويد النويزي اللي حوالينا احنا كل ده بنمهد علشان نبدأ نتكلم عن في الحقيقة احنا هنتكلم في اللسون ده عن ثري بروبرتيز الاير بتاعتنا تعرف تعمل دستينجوش او ديفرنشييت بتوين الساوند من خلالهم اول حاجة اسمها ساوند بيتش يعني ايه ساوند بيتش دي بروبرتي بايويتش الاير كان دستينجوش بتوين هارش اند شارب فويس انا مش فاهم حاجة يميز ساعات نستمع صوت كده ونحس ان الصوت ده اه رفاية او ممكن باكسبراشن تاني تقول الصوت ده مسارسع وفيه صوت تاني تحس انه صوت هارش صوت تخين كده نفس فكرة صوتين هقولك وانت هتفهم الحدوتة فيه زي صوت اللاين مثلا وصوت البرد الميل او المان الراجل يعني بتلاقي الصوت بتاعه اسمه هارش بيبقى تخين كده شوية لكن صوت الومن على طول صوتها شارب كده على طول بنتارية على البنات الصغنانين وده غلط على فكرة اسمه صوتها مسارسع اهي مسارسع دي اللي هي اسمها شارب فويس طيب بيبقى الساوند بيتش دي البروبرتي اللي الإير بتاعتنا بتعرف تعمل ما بين الساوند اللي اسمه هارش والساوند اللي اسمه شارب في الحقيقة الساوند بيتش دي كل ما بقت هاير كل ما زادت ده معناها ان الشاربنس دي حصل لها يعني تعالوا كده نشوف الحدوتة ما بين الهاي بيتشد ساوند واللو بيتشد ساوند احنا اتفقنا عشان ما نتلاخبطش الهاي بيتش دي زي الومن فهي هاي بيتش وهاي فريكونسي وشارب او صوفت ساوند شوف الومن كده كل حاجة فيها هاي شارب وهاي بيتش وهاي فريكونسي اما بقى الهارش اللي هو زي صوت المان او اللاين ده اللو فريكونسي ولو بيتش يبقى الفريكونسي والبيتش اخوات اللي لو فريكونسي low pitch والhigh frequency high pitch واتفقنا sharp للhigh pitch اللي هي الومن والهارش للlow pitch زي المعنى دلوقتي هو ينفع نفس الابجكت يطلع لي pitch مختلفة لو انا مثلا هنتكلم عن حكتين كلنا لعبنا بيهم وحنا صغيرين وانتوا دلوقتي اكيد ممكن تكونوا بتلعبوا بيهم الحركة دي تجيب مثلا كرتونة او كتاب وتحط الامين كده وتجيب زي استك رفيع او حاجة رفيع كده وتشدها خالص واللعبة التانية بتاعة الازازة لما تشرب كده من الازازة الازازة مش الكان من الازازة وتقعد تسيب حبة صغيرين وتقعد تنفخ في الازازة وماما تقول لك عيب الحركة دي غلط وبتعملوها برضه هم دور الحكتين اللي ممكن نغير بيهم البيتش ونشوفهم ونحسهم جيلت انا مثلا السترينج اللي هجيبه ده كل ما اللينث بتاعه بتاع السترينج ده طول كل ما الشارب بتاع الصوت قل يعني كل ما كان اصير السترينج ده كل ما كان الصوت بتاعه شارب اكتر كل ما كان الصوت بتاعه صوفت اكتر كل ما كان الصوت بتاعه لهاي فريكونسي وهاي بيتش علشان ما نتلخبطش احنا اتفقنا البيتش والفريكونسي اللي اتنين مع بعض عكسوهم بقى اللنس وعشان نقربها برضو تاني كده نرجع لحدوتة الوومن والمان الوومن اغلبهم شورتر ذان مان طبعا فيه ستات طويلة وفيه رجالة قصيرين بس احنا بنقول ايه بنقرب الحدوتة شوية طيب يبقى اللي ليها هاي بيتش وهاي فريكونسي اللي هي شارب اللنس بتاع اللي سترينج يبقى سمول يبقى علشان الساوند يبقى مور شاربر خلينا اللنس حصل له ديكريز والعكس لو عايز اخلي الساوند هارش اكتر بخلي اللي سترينج ده يحصل لي انكريز هو الحدوتة هنا بتعمل ايه اللي سترينج ده كل مكان اطول كل مكان بيعمل ويفز اكتر في لنسه قليل يعني الفريكونسي بتاعه بقى شيحصله وده طبيعي لانه كل ما زودت اللنس بتاع ده كل ما ده اللينس بتاعه زاد اللي حصلت في اللي هو الفريكونسي ما هو اللنس بتاعه طويل اللي بتحصل اللي هي يعني بقى الصوت يعني بقى الصوت يبقى من الكلام ده نوصل لحاجة تانية الحاجة دي بتقول ايه بتقول ان دي متفقين عليه يعني لها والهارش لها نبدأ بقى ندخل بتاع السترينج تبدأ الحدودة تتقلب معناه ان والساوند بقى هارش يعني ليه لسه الفريكونسي والبيتش مشين مع بعض لكن اللنس بتاع السترينج هو اللي بقى مش زيهم طب لو جينا بقى اتكلمنا على الاركولومن الازازة اللي شربنا منها وسبنا فيها حبة صغيرين مرة وسبنا فيها حبة كتير مرة وجينا نفخنا هنا هنلاقي ان الساوند بيحصل له على حسب الاركولوم ايه الاركولوم ده يعني الحتة الفاضية من البطل اهي هنا الحتة الفاضية صغنانة قوي وهنا الحتة الفاضية كبيرة قوي كل ما اللنس بتاع الاركولوم حصل له increase يبقى برضو عكس الفريكونسي وعكس البيتش اللنس حصل له increase يبقى الساوند بقى بقى هارش وبقى low pitch ولو فريكونسي ولو اللنس حصل له decrease يبقى الساوند ده soft او sharp يعني وبقى high frequency و high pitch اهو الساوند بيحصل نتيجة vibration of air كولوم وده الساوند برضو pitch يبقى على اللنس بتاع الاركولوم كل ما اللنس بتاع الاركولوم increase خلاص نعكس الفريكونسي decrease وبقى هارش طيب ولو اللنس بتاع الاركولوم decrease decrease يبقى الفريكونسي increase وبقى الصوت ده sharp يبقى تاني الفريكونسي increase by decreasing اللنس والله يبقى مع اللنس بتاع الاركولوم يعني الحددتين كده وصلوني لنفس النتيجة مع pitch الاتنين اخوات عكسهم بقى اللنس اللنس بتاع الاركولوم احنا هنوقف لغاية هنا والمرة الجاية بإذن الله هنكمل كلامنا عن ازاي نعمل determine لل pitch دي بحاجة اسمها ونكمل بقية البروبرتز بتاعة الساوند ويف ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة